حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن حسين بن عبد الرحمن عن عمارة بن رويبة الثقافي قال رأى بشة بن مروان رافعا يديه يوم الجمعة فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة وما يقولوا إلا هكذا وأشار بأصبعه السبابة حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن عمارة بن رويبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سفيان مرة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولوا لن يلي جنار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها قيل لسفيانا ممن سمعه قال من عمارة بن رويبة حدثنا وكيع عن سفيانا عن حسين أن بشة بن مروان رفع يديه يوم الجمعة على المنبر فقال عمارة بن رويبة ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا وأشار بأصبعه السبابة حنا وكيع عن سفيانا قال وحدثنا أبو الوليد هشام وعفان قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك قال عفان حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبن عمارة بن رويبة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يلي جنار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وعنده رجل قال عفان من أهل البصرة فقال أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم أشهد به عليه قال وأنا أشهد لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في المكان الذي سمعته منه قال عفان فيه حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن عبد الملك عن أبن عمارة بن رويبة الثقافي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليلي جنار فذكر نحوه حسن موسى بن داود حدثنا زهير عن حسين بن عبد الرحمن السلمي قال كنت إلى جنب عمارة بن رويبة وبشر يخطبنا فلما دعا رفع يديه فقال عمارة يعني قبح الله هاتين اليدين أو هاتين يديتين رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب إذا دعا يقول هكذا ورفع السبابة وحدها حدثنا يحيى عن اسماعيل حدثنا أبو بكر بن عمارة بن رويبة عن أبيه قال سأله رجل من أهل البصرة قال أخبرني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يلي جنار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب قال أنت سمعته منه قال سمعت أذني ووعاه قلبي فقال الرجل والله لقد سمعته يقول ذلك حتنا وكيع حدثنا أبن أبي خالد قال وحدثنا مصعر قال وحدثنا البختري بن المختاري عن أبي بكر بن عمارة بن رويبة الثقافي سمعوه عن أبيه قال لا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يلي جنار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل غربها فقال رجل من أهل البصرة أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال أشهد لا سمعته أذني ووعاه قلبي حدثنا أبن فضيل حدثنا حسين عن عمارة بن رويبة أنه رأى بشر بن مروان على المنبار رافعا يديه يشير بأصبعه يدعو فقال لعن الله هاتين اليديتين رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبار يدعو وهو يشير بأصبعا اشتركوا في القناة